وفيما تشير الترجحات إلى تدني حدوث خرق في المحادثات التي يجريها هوكشتاين بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية فقد كشفت المسودة التزام كل من الجانب الإسرائيلي والحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل لقرار الأممي رقم 1701 وفقا للمسودة فإن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل سيكونان المجموعتين المسلحتين الواحدتين المنتشرين في جنوب لبنان على أن يحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية إضافة إلى فرض رقابة مشددة على عمليات استيراد الأسلحة برا وبحرا تضيف المسودة أيضا أن الجيش اللبناني يجب عليه مراقبة وإنفاذ هذه الشروط وتفكيك أي بنية تحتية عسكرية لا تخضع لسيطرة الحكومة اللبنانية أيضا تنص المسودة أن الاتفاق سيتم تنفيذه على مدى ستين يوما تسحب في إسرائيل جميع قواتها من لبنان على مراحل لا تتجاوز سبعة أيام بعد إعلان وقف إطلاق النار في المقابل سينشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان أو سينتشر بهدف الوصول إلى عشرة ألاف جندي في المنطقة أيضا يبقي لإسرائيل الحق بالتحرك عسكريا في لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة يحق أيضا وفق هذا التسريب لمقاتلات إسرائيل التحليق بأجواء لبنان عند الضرورة ودون خرق لجدار الصوت اشتركوا في القناة